ما سبب فرحتي يا ما سمي تكدي عندها خمسين سنة وحامل في بيبي جديد وطلع توري الجمهور التست بتاع الحم علشان يتأكدوا بنفسهم أم البلوجر نانسي ياسر قالبت الدنيا والجمهور بيقول لها ده أكيد إزاي حامل في السنة ده ويا ترى الموضوع بجد ولا مقلب تعالوا نقول لكو إيه الحكاية أم البلوجر نانسي ياسر بتطبق المثل الشعبي بعد ما شاب ودوا الكتاب وطلع تعلن خبر حملها الجمهور كان فاكر في البداية إنها بتهزر وإنها كانت بتعمل الفيديوهات دي علشان خطر الرتش وفضلوا ينتقدوا فيها لكنها مستحملتش الكلام اللي بيتقال وقررت إنها تطلع ترد بالدليل وطلعت وهي معيها تست الحمل ووريتهم الدليل أما بقى عن نانسي فطلعت وكانت الفرحة مش سيعيها وقالت إن مامتها لسه صغيرة في السن واللي بتعمله ده كله من حقها هي في الأول والآخر زيها زي أي ست وإنها مش كبيرة في السن زي ما الناس فاكر لكن الجمهور برضو ما صدقش لإنها من فترة طلعت وقالت إنها حامل وإنه خلاص على وش ولادة ومن بعدها كأن البيبي يقيت بخر ومحدش جاب سيرة الموضوع تاني وده اللي خلاهم شكين فيها المرة دي ده غير إنه بداية ظهور نانسي ياسر بنتها على السوشيال ميديا كانت غريبة جداً كانت بتطلع في فيديوهات مع مامتها وباباها واللي لافت للنظر إنه دايماً بيسابهم يرقصوا قدام الكاميرا ويعملوا حركات إغراء وهو واقف جنبهم عادي ومبسوط بيهم ده غير لبسهم اللي كله جراءة سواء بقى كان قصير أو مكشوف وده خلاهم في صدارة التريند طول الوقت ولما تشهروا على التيك توك عجبهم الموضوع وقرروا إنهم يكملوا فيه لكن خد بقى المفاجأة إن الراجل ده اللي بيطلع مع نانسي في الفيديوهات ده مش باباها ده جوز أمها وباباها الحقيقي عنده حوالي 70 سنة سبعة من زمان هي وممتها اللي اتجوزت بعد كده من سيد ورب نانسي يا أحسن تربية لحد ما خليها بلوجر قد الدنيا ومن هنا الناس لحظت إن كل فترة بيطلعوا بتريند وحكاية جديدة الناس اتقسمت لرأيين في الحكاية دي نصة كان شايف إن الانتقادات اللي بتحصل دي مش في محلها ومش من حقق أي حد إنه يطلع ينتقد حد بالطريقة دي خاصة في الأساس إن محدش يعرف سنها الحقيقي ونستني بقى شايفة إنها مش صغيرة على الكلام ده وإنه المفروض حتى لو حامل ما تعلنش الخبر بالطريقة دي وبالشكل ده ولا تتصور مع جوزها الفيديوهات اللي هي بتعملها دلوقتي بقى جدوركو تقولولنا شايفين فعلا أم نانسي ياسر تستحق الانتقاد؟ شاركونا رأيكو في التعليقات وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلوكو كل جديد من موقع صوت الملايين ترجمة نانسي قنقر